شيع الفلسطينيون في قرية زواتة غربية مدينة نابلس جثمان الشاب عمير أو عمير لولح الذي استشهد فجر هذا اليوم بعد معاناة طويلة إثرى جراح أصيب بها بالرصاص المتفجر أثناء ارتكاب الاحتلال مجزرة نابلس قبل 35 يوما بعد 35 يوما من معاناة عائلته ودعاء أمه وتقلبات الأمل بين تحسن حالته وازديادها سوءا يرتقي عمير شهيدا متأثرا بجراح خطيرة أصيب بها يوم الثاني والعشرين من شباط الماضي في بلدة نابلس القديمة كان عنده نزيف والنزيف كان كبير جدا فأعطوه ثلاثين وحدة دم تقريبا من أجل إيش إيقاف النزيف توقف النزيف بدنا نتباشر في الأمل أنه يشفى وكنا نتوقع الشفاء ولكن بعد أسبوعين تقريبا تقريبا بعد أسبوعين ساءت الحالة اللي عنده عمير وتوقف خلايا الدماء وطبعا في هذه الحالة صارت حالة إيش ميؤوس منها يودع عمير أمام منزل عائلته ووسط البلدة في موكب تشيع آخر يضاف لأحد عشر موكبا زفت شهداء مجزرة نابلس يوم أصيب عمير منذ مطلع العام الجاري ارتقى خمسة فلسطينيين متأثرين بإصاباتهم الخطيرة في أوقات سابقة بينما يعاني العشرات من الجرحة بسبب الرصاص المتفجر الذي أصيبوا به سواء في جنين أو نابلس أو في مختلف مناطق الضفة الغربية يشيع عمير اليوم وهو الذي ارتقى بعد أكثر من شهر على إصابته برصاص المتفجر يشيع عمير اليوم فيما العشرات من الجرحة الفلسطينيين ينتظرون مصيرهم بعد أن سميت حالاتهم الطبية بحالات الموت السريري من بندة زوات غرب نابلس المحتلة حافظ أبو صبرا رؤيا ونبقى في فلسطين حيث اقتحم غشرات المستوطنين المتطرفين اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف برفقة عضو الكنيسة السابق الحاخام المتطرف يهودا جليك دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس ذكرت أن الاقتحامات جاءت من جهة باب المغاربة تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلية المدججة بالسلاح مشيرة إلى أن المستوطنين برفقة الحاخام المتطرف نفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته هذا واستمعوا أيضا إلى شرح حول الهيكل المزعوم تواصلت الاحتجاجات في الأراضي المحتلة رغم قرار رئيس وزراء الاحتلال بن يمين نتنياهو تجميد ما تسمى بالتعديلات القضائية التي أثارت موجة غضب عارمة بشكل مؤقت وأعلن قادة الاحتجاج لاستمرار في فعالياتهم ضد التعديلات التي تحد من سلطات المحكمة العليا وتمنح الحكومة الإسرائيلية صلاحية تعيين القضاء حتى إلغائها بالكامل مشهد احتجاجي متصاعد وأزمة استثنائية غير مسبوقة أمام نتنياهو قد تدفعه إلى افتعال حرب في قطاع غزة أو تكثيف العمليات العسكرية في الضفة للخروج منها وفق مراقبين الذي كسر نتنياهو هو الهستدروت المتعلق بنقابات العمال الذين أوقفوا العمل بالكامل والذي كسر نتنياهو هي الدولة العميقة التي قالت لنتنياهو توقف وبناء على ذلك أنا أرى بأن نتنياهو الآن في أسوأ أوضاعه استطلاعات الرأي الأخيرة تعطيه تدني بثمانية مقاعد هذا شيء مزلزل لنتنياهو تقدير نتنياهو يدرس الإيقاع بشكل جيد الآن وسيداوي الإصابة التي أصيبها أخشى أن تكون التوجيه توجيه طاقة حكومة نتنياهو الآن باتجاه الفلسطينيين إلى قطاع غزة حيث الحارة الملونة التي صنع منها سكانها لوحة فنية نابضة بالحياة فاكتست الجدران ألواناً زاهية باعثة للأمل في محاولة لمحوي أثار المعاناة من أمام بيوتهم احتفاءاً بالشهر الفضيل أينما وليت وجهك في غزة خلال الشهر الفضيل تجد هذه المصابح والآهلة تزين جدران المنازل والطرقات والمحل التجارية في الأسواق يقول تجار إن الإقبال على شراء الزينة الرمضانية قبيل وأثناء رمضان يزداد عاماً بعد عام وهو مؤشر في نظر كثيرين إلى رغبة الغزيين رغم كل الظروف بإضفاء البهجة للأيام المباركات شعر رمضان فيه شعر كثير والناس متحب يتجاهز يبقى رمضاني في فترة كبيرة شان تلحق يعني الشغلات الهلوة وبحبوا يفرهمها لأولاد صغار وأطفال يشترون فنوس بغني حال وحال ليس بالزينة التقليدية فحسب يحتفي الغزيون بالشهر الكريم هنا في الحارة الصغيرة مثلاً اختار السكان طريقة أخرى للتعبير عن ابتهاجهم بحلول رمضان فحولوا الجدران الرمادية الكئيبة لجدران زاهية تشع بألوان الفرح حتى غدت معروفة باسم الحارة الملونة عارة عنا أنه أجواء رمضان تسترف عن الأماكن الأخرى من مصحراتي من الأطفال وحوه وحوه وزينة رمضان وفي هذه كل لون بيعطي ذنانا بيعطي معنا بيعطي بحجة كل شجرة فبالألوان تزهل حياة وتكون أفضل إن شاء الله وبتمنى اللي عملناه هنا يندقل الأحياء الثانية الأحياء في قطاع غزة لأنه يعني تصير بلد نظيفة وجميلة والحمد لله مبسوطين جداً من الأشكال اللي عملناها مبادرة الحارة الملونة تعكس حب الحياة في بلاد أثقلت المتاعب سكانها يتشبث الغزيون هنا بأي فرصة لتغيير شكل أيامهم المتشبهة منذ نحو 17 عام ولا فرصة أنسب من شهر رمضان للتغيير نحو الأفضل غزة العلول رؤيا قطاع غزة